قال قائد عسكري أفغاني أن دانيش صديقي الصحفي في بيكالت رويترز قتل يوم الجمعة أثناء تغطيته اشتباكا بين قوات الأمن الأفغانية وعناصر حركة طالبان قرب معبر حدودي مع باكستان وأضاف المسؤول أن قوات أفغانية خاصة كانت تقاتل لاستعادة منطقة سبين بولداك عندما قتل صديقي وضابط أفغاني كبير أثناء ما وصف بأنه اشتباك بالنيران مع طالبان كان صديقي قد أبلغ رويترز في وقت سابق من الجمعة بأنه أصيب بجرح في ذراعه بعد أن أصابته شذية متطايرة أثناء تغطيته الاشتباك وعولج صديقي وكان يتعافى عندما تقهقر عناصر طالبان منسحبين من القتال في سبين بولداك وقال القائد العسكري أن صديقي كان يتحدث مع أصحاب متاجر عندما عاودت طالبان الهجوم وانضم صديقي بصفته صحفيا للقوات الأفغانية الخاصة المتملكزة في ولاية خندهار بجنوب البلاد هذا الأسبوع وكان يكتب تقارير عن القتال بين القوات الأفغانية الخاصة وعناصر طالبان وقال مايكل فريدنبرغ رئيس رويترز وأليساندرا غالوني رئيسة التحرير في بيان أن الوكالة تسعى حثيثا للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحادث كان صديقي ضمن فريق التصوير الفوتوغرافي التابع لرويترز الذي فاز بجائزة بولتزر عام 2018 عن توثيق أزمة لاجئ روهينغا وعمل مصورا في رويترز منذ عام 2010 حتى وفاته يوم الجمعة وشارك في تغطية الحربين في أفغانستان والعراق وأزمة لاجئي روهينغا واحتجاجات هونغ كونغ وزلازل نيبال وفي الشهور الأخيرة رصد بصوره أزمة فيروس كورونا في الهند ونشرت هذه الصور في أنحاء العالم